بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا مقرر المنطق الذي نتكلم فيه عن التصورات وهو مقسم على سبع وحدات الوحدة الأولى نتكلم فيها عن حقيقة علم المنطق ونشأته وفائدته وثمرته ثم نتكلم عن حكم الاشتغال به عند علماء الشرع فأما المنطق في اللغة فإن هذه الكلمة تدل من ناحية الاشتغال على الكلام يقال فلان النطق أي تكلم ويقال فلان المنطق أي أنه يجيد صناعة الكلام المنظم فدل هذا على أمرين الأول هو الكلام الذي هو ضد الصمت والثاني هو كون هذا الكلام واردا على نمط معين منظم مجود وأصل هذه الكلمة في لغة اليونان يدل على العقل والفكر وأثرهما في الاستدلال والبرهنة وأما في الاصطلاح فقد عرف بتعريفين بالنظر إلى موضوعه وفائدته فأما بالنظر إلى موضوعه أي محتواها الذي يتكلم عنه عن علم المنطق ومفرداته ومسائله فهو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى معرفة مجهول تصوري فتسمى حينها قولا شارحا ومعرفا أو توصل إلى معرفة مجهول تصديقي فتسمى حجة أو برهان وذلك أن الكلام مؤلف من مفردات وجمل فالمفردة تحتاج إلى معرفة أصلها وكنهيها وماهيتها وحقيقتها وهذا يسمى التصور وأيضا الجمل وهي المؤلفة من مفردات إذا أضفت كلمة إلى أخرى سميت جملة أو مركب فهذا يحتاج إلى أن تعرف مدى صدق ذلك الكلام فتسمى بصدق أو بالكذب فإذا قال فلان قائم مثلا أو نجح زيد أو فلان محدث أو نحو ذلك فإنك تحتاج من صحة تلك النسبة فتقول هذا صادق بعد التحقق أو تقول هذا كاذب بعد التحقق ويسمى هذا القسم تصديق كما أنا الأول يسمى تصورا ويسمى التصديق أيضا بالحجة والبرهان والدليل والاستدلال والمراد بالمعلومات التصورية والتصديقية التي وردت في هذا التعريف إدراك الإنسان لمعاني المفردات والمركبات المعلومة عنده ذهنا حتى يمكنه أن يتوصل بها إلى ما خفي عليه وهذا الشيء الذي نحب أن نتوصل إليه ونعرفه إما أن يكون تصوريا فنصل إليه بتعريفه وبيان أجزائه وإما أن يكون تصديقيا فنتوصل إليه بالبرهان لكي ينتج هذا المجهول التصديقي أي الذي كان مجهولا من قبل ثم بعد ذلك صار تصديقيا وقد سمي بالتصديق لأنه أشرف طرفي القضية فإن القضية يمكن أن تكون كاذبة أو صادقة لكنه سمي بالتصديق لأنه أشرف وأفضل في التعبير التعريف الثاني لعلم المنطق هو النظر إلى فائدته وهو أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن خطأ في الفكر إذن هو آلة قانونية أي أداة تستعمل وفق قانون معين ومحدد لكي يستعمل الذهن أو يصان الذهن عن أن يخطئ في التفكير ومعنى القانون الوارد في هذا التعريف هو القواعد الكلية ومعنى تعصم أي تحفظ مراعاتها العقل عن خطأ في الفكر وهو النظر والمنطق ترتيب المعلومات التصورية والتصديقية للوصول بها إلى مجهول تصوري أو تصديقي علم المنطق هو ينقسم من جهة موضوعه إلى قسمين التصورات والتصديقات وقبل أن نتناول هذا الأمر وهو أقسام علم المنطق لا بد أن نذكر أن هذه التصورات والتصديقات كلها تعتبر من علوم الآلة أي أن هذه التصورات والتصديقات التي شكلت علم المنطق هي ليست من علوم المقاصد التي تقصد في ذاتها وإنما تستعمل وسيلة لعلوم أخرى وذلك أن العلوم تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو علوم المقاصد وهي العقيدة مثلا والفقه والحديث هذه مقصودة في نفسها وهناك علوم وسائل أو آلات كما تسمى اللغة العربية، مصطلح الحديث، وصول الفقه المنطق هذه كلها تستعمل للوصول إلى علوم أخرى وليست مقصودة في ذاتها بماذا يسمى هذا العلم؟ أي علم المنطق سمي خادم علوم وسمي معيار العلم وسمي الميزان وسمي فن النظر وعلم الجدل وغير ذلك من الأسماء التي اشتهر بها هذا العلم ما فائدة تعلمه؟ الفائدة الأعظم من تعلم علم المنطق هو عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر أي أن الإنسان عندما يستعمل قواعد المنطق في التصورات وقواعد المنطق في التصديقات فإنه عادة يكون ذهنه معصوما عن أي خطأ في التفكير هذه الكواعد كواعد منظمة يتفك عليها كل البشر فكما أن النحو مثلا يعصم اللسان عن الخطأ في القول ولجاء أجل ذلك ألف الناس في علم النحو لماذا؟ لتستقيم ألسنة الناس وحتى يستطيع الناس يتفاهموا بلغات صحيحة فصيحة فكذلك المنطق يعصم الذهن عن الخطأ في ترتيب المعلومات فمن اتبع قواعد المنطق لا يتطرق إليه الخطأ في تفكيره وحيثما وجد الخطأ فذلك يدل على عدم استعمال قواعد علم المنطق بشكل صحيح قال الأخذريو وهو أحد نظام علم المنطق له منظومة اسمه السلم المنورك قال عن فائدة هذا العلم وبعد فالمنطق للجناني ونسبته كالنحو لللسان فيعصم الأفكار عن غير خطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطأ ما هي ثمرة علم المنطق؟ الثمرة التي ترجع من علم المنطق هو القدرة على إقامة الحجج والبراهين والأدلة التي يدافع بها عن العقائد الحق فيفوز العبد بالسعادة الأبدية فإذا أرادنا أن نقيم عقائد الإسلام مثلا على الطريق الصحيح لمناقشة ومجادلة ودعوة الملحدين مثلا أو من لا يؤمن بالأدلة ومن لا يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أفضل ما يمكن أن نستخدمه من ضمن الأدلة المهمة جدا والقاطعة هو استعمال علم المنطق لإقامة الحجج والبراهين للدفاع عن العقيدة الصحيحة نشأة علم المنطق وواضعه علم المنطق من العلوم العقلية التي يحتاج إليه الإنسان في تفكيره وترتيب معلوماته فهو موجود في الذهن أصلا من قبل أن يتشكل في الواقع عبر المدونات التي دونت في ذلك والقواعد التي كتبت خدمة له وهو من العلوم القديمة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام بزمن طويل وأول من اشتغل به من فلاسفة اليونان هو سوكراط والسبب في اشتغاله به هو أنه قدم إلى أثنى عاصمة بلاد اليونان قوم من المستعمرات اليونانية يلقبون بالصفصطائيين أرادوا أن يبث الخرافة في الناس وذلك للكضاء على عقائد اليونان الدينية وقلبي دولتهم فإن برى سوكراط لتلك الطائفة وكتب نواة علم المنطق وقضى على تلك الأفكار وبيّن للناس طريق الخطأ طريق الحق من الخطأ ومن الباطل واشتغل باستنتاج القواعد من الأسئلة لتلاميذه ثم قام من بعده تلميذ أفلاطون واتبع طريقة أستاذه وشرح كلامه ثم جاء أرستو طاليس الذي فاق وهذب أبحاث علم المنطق ورتب مسائله وفصوله وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحتها وتحدث بالكياس والبرهان والجدل ووضع قواعد تؤدي إلى اليقين ولهذا يعتبر هذا الرجل وهو أرستو طاليس والواضع لعلم المنطق ويسمى المعلم الأول قال شيخ الإسلام ابن تيميه واضع علم المنطق أرستو طاليس رجل من اليونان وهو أول من قال بقدم العالم أي قال بأن العالم قديم وليس بحادث وهذه مقولة باطلة هذه مقولة العالم قديم هذه مقولة باطلة العالم حادث لأنه مؤلف ولأنه مشكل ولأنه متغير والقديم هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق العالم أسلمه أبوه إلى أفلاطون أي سلمه إلى أستاذه إفلاطون وكان عمر أرسط حينها 17 سنة عاش مع أستاذه إفلاطون 20 سنة وسمي بالمعلم الأول لأنه أول من نظم قواعد هذا العلم ويعد هذا الرجل وهو أرسط مرتب علم المنطق وليس مؤسسا لهذا العلم يقول ابن خلدون إن علم المنطق لم يهذب حتى جاء أرسط وهذا دليل على أن أرسط لم يؤسس العلم وإنما هذبه ورتبه واعتنى به ثم جاء الفرابي المتفى سنة 3-3-9 فهذب هذا الفن ولذلك يلقب بالمعلم الثاني ولكن كتبه ضاعت فقام الشيخ الرئيس أبو علي بن سيناء بنقل علم المنطق ثم انتشر هذا العلم بعد ذلك في عصر الدولة العباسية بعد أن ازدهرت حركة الترجمة وأزل الخلفاء العطاء للمؤلفين والمترجمين فترجمت كثير من كتب المنطق من اليونانية إلى العربية ترجم عبد الله بن المقفع الأديب المشهور كتب أرسط زمن أبي جعفر المنصور من اللغة اليونانية إلى العربية ثم اشتغل به بعد ذلك كثير من فلاسفة المسلمين كالإمام الغزالي رحمه الله وأصبح لهذا العلم من يروج له من قبل الزنادق والكفار خاصة المنطق الفاسد الباطئ كما سيأتي له في حكم الاشتغال بعلم المنطق قال أبو الفداء بن كثير إن نصير الدين الطوسي المتوفى 672 هجرية جعل ثلاث دور وجعل لها رواتب جعل دار الحكمة لتعليم الفلسفة وراتبها ثلاث دراهم ودار لأهل الطب وراتبها درهم واحد وجعل نصف درهم لدار الحديث انظروا كيف الاهتمام بأهل منطق ولذلك انصرف الناس إلى تعلمه وأقبلوا عليه وصنفوا فيه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم